اذا اخواني هذه هي الطريقة اللي خصصكم تديره اذا الى انتما مزوجين والمرض ديلك مثلا عندها الباكالوريا وانت ما عندكش الباكالوريا وما عندكش الخبرة المهنية خلي الزوجة ديلك هي تسجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي مرحبا بكم في حلقة جديدة وبالنسبة لهذا الحلقة اخواني غادي نشرح لكم الشروط للتسجيل وطائق اللي خاصك توجد قبل ملء الاستمارة في الموقع الخاصة بالقراءة الامريكية وهذا الفيديو كذلك غادي نعطيكم علومة تحول شروط تسجيل بالنسبة للاشخاص اللي هما متزوجين وعندهم اولاد وكذلك بالنسبة للاشخاص اللي هما عزب يعني لسيليباطير اللي غادي يدفعوا كذلك هاد القراءة الامريكية اذا اخواني بالنسبة للشروط اللي هما خاصين هاد القراءة هادي الشرط اللي هو دي الجواز الصفرة تم الإلغاء ديالو في المرحلة دي التسجيل تم الإلغاء ديالو بصفة نهائية في المرحلة دي التسجيل ولكن غادي نحتاج وما زال الى تقبلنا ولا نجحنا ولا نجحنا بفعول لا تم الاختيار ديالنا في القراءة بالنسبة للشرط الاهم ديال هاد القراءة هادي تكون عندك كيف شرحت لكم في الفيديو السابق تكون عندك الباكالوريا يعني تكون عندك شهادة ديال الباكالوريا او الى ما عندك الشهادة ديال الباكالوريا تكون عندك الخبرة المهنية يعني هاد الخبرة المهنية اللي هي غادي تكون عندك مدة ديالها سنتان وفي هاد خمس سنوات الماضية وتكون هاد الخبرة المهنية تكون معززة بواحد الوثيقة اللي كتتبت انك دوستي هاد السنتان في ديال الخبرة اذا غادي نشوفو هنا يا واحد يعني واحد الباكالوريا اللي هو خاص كيف كتشوفو هذا خاص بالقراءة الامريكية الفين وربعة وعشرين غادي نشوفو الشروط اللي قتلكم خاصة بالسنة اولا اولا بالباكالوريا كي يطلبو هنا يا تكون دوستي 12 يعني 12 سنة من الدراسة وإلا ما عندك 12 سنة من الدراسة تكون عندك الاكسبيريونس كيف كتشوفو هنا يا سنتان من التجربة او الاكسبيريونس اللي هي دوستيها في خمس سنوات الماضية كيف شفنا اخواني في الفيديو السابق في القناة ديال اللي حطيت الفيديو السابق حطيت لكم فيديو شرحت لكم طريقة كيفاش كتعرفو اه الميهنة ديالكم ولا التجربة ديالكم واش هي اه مقبولة او غير مقبولة اذا اخواني اه تجربة الميهنية او لا الخبرة الميهنية ضرورية بنسبة للشباب اللي ما عندهمش اه اه باكالوريها ولكن هديك الخبرة الميهنية ضرورية تكون معززة بواحد الواثقة اللي كتتبته انك دوستي اه سنتان او اكتر في هاد الخبرة الميهنية فهذا الخمس سنوات الماضية اذا كيف كي يبيلنا في هذا الاني في هذا البيديو فهذا اللي احطي لكم في صندوق الوصف باش طلعوا عليه مزيان اذا اه بالنسبة للشرط الاخر اللي هو الصورة الصورة اخواني الصورة هي مهمة مهمة جدا لي اه يعني كتا كتعطيك يعني بزاف دي الاشخاص كي يعطيك يديروا مشاكل فات الصورة هدي واللي غادي نعطيكم بعض النقاط والخصائص دي الصورة باش تتعطيو الصورة الاحسن بالجودة ديلها وبالديمونسيون ديلها اللي هما مطلوبين اذا اللي دومونسيون اللي مطلوبين اخواني بنسبة للصورة انك تكون الصورة اه سوفورم ديل جي بي جي يعني هاد الخصائص خص المصور هو اللي خصائي يقدهم لك يعني انت ما ما خصكش تدخل في هاتش ديل الصورة لان الصورة كتحط مباشرة في الموقع يعني ما كتصفت الصورة كورقة لا كتصفتها يعني كجيبة من عند المصور وكتحط مباشرة في الموقع يعني في الاستمارة اللي غادي نعمر ان شاء الله اللي غادي نشرح لكم بعد ما انه يتفتاتح التشجال في الموقع الخاص بالقرعة الامريكية اذا اخواني كيف قلتنا ان الاكستنسيون ديل الصورة خصي يكون جي بي جي وكذلك اه بالنسبة للحجم ديل الصورة يعني ما خصوش يفوت ميتين واربعين كيلو بايت عني ف في الحجم ديل الصورة وكذلك اخواني بالنسبة البكسل ديل الصورة يعني الكاليتي ديل الصورة ستكون ستمية على ستمية في الدموزيون في القاليتي تكون بكسل ستمية على ستمية بكسل اذا قد corridor ما الخاصائص اللي الخاص تكون بالنسبة للصورة ديلك باش تقابل امائة في المية ليعن الصورة كت آ آ آ عندها واحد الอนدي واحد البرصونتاج بالنسبة للقبول ديالك في القرآة الامريكية برسنتاج كبير بزاف. بقريبا اه سبعين او لا تمانين في المياه ديال القبول. غدني يوريكم دابع ديز اكزامبل اللي حطهم يعني اللي حطهم الوزارة الخارجية الامريكية باش تعطيك اه يعني كتعاونك كتعطيك ديز اكزامبل باش تكون عندك الصورة مزيانة. اذا بالنسبة للصورة كيف كتشوفوا اخواني هنا يا فهد اكزامبل هذا فهد الموقع الخاص بالحكومة الامريكية هنا حاطيني اخواني لالالصورة يعني هدو ما ديز اكزامبل للصورة اللي خستكون عندك يعني فهد الواجهة وفي كل شي بالنسبة للبوزيسيون غد نشوفوا هنا يا البوزيسيون اللي هي مقبولة بالنسبة لهذه هي البوزيسيون المقبولة خستكون يكون الوجه باين مزيان العينين باينين ما خستكش تكون على جنب ولا ما خستكش تكون على جبل يمن ولا اللي سر يعني تكون كتشوف المصور ديز اكتمو يعني الصورة الشخص كي يشوف مباشرة يعني بالنسبة لهذه الصورة غير مقبولين كيف كتشوفونا يا الصور خستكون في الصندر ديال الصورة بالنسبة لكذلك لوجه ديالك لوجه ديالك لوجه ديالك اني ما خستكش تكون اه ضاحق او لم تبسم او لا كذلك هز الراس ديالك الفوق او لا حاد الراس ديالك لتحت سيكون الراس ديالك واضح وباين باش يكونوا الملامح ديالك باينين اذا ها هي الصورة اللي مقبولة هات الصورة ما مقبولينش غد نشوفو الان بنسبة الانضادر يعني النظارات اه يعني ما مقبولينش في الصور نهائيا ولو انهم ديال شوف يعني الصور ديالشوف ما مقبولينش بخي يكونوا ديال ديال النظر ما مقبولينش حيدهم حتى التصور ولبسهم ديكسا يعني هادو الصورة ديالك كل امره ما يعني ما مقبولينش في القرآة الامريكية غد نجيو الان بالنسبة لالناس اللي كيديروا القبعات واللي كيديروا يعني الفولار وهذا يعني الصورة اللي هي مقبولة هي هادو الاكزمبل هو اللي مقبول كيف كتشوفو هادو المرة هادي لابسها هادو الحجاب ومبيينة لوجه ديالها يعني يعني الحجاب رواديز من التحت ديال العنق ديالها وما الفوق يعني الجبهة ديالها بينها والفوم ديالها بين يعني اللي وجه ديالها بين مزيان وخهية ديرها الفولار يعني الفولار ما مخصكش تحدي الفولار بنسبة jede للفولار ديروا الفولار ديالكم ولكن يبان لوجه امزيان بالنسبة الاطريق هدي للذيقين 우린ها المقبول لاش وكذلك بالنسبة الاشخاص للشباب اللي هما دايرين شعر كتير رمام مقبول ش作وا ديروا محاولوا انكم تنقصوا الشعر ديالكم ونقصوا الشعر بشوية حتى تضير الصورة ديالكم لكن الي сы how Yeeob Congress ديروا يعني شعر رمام مقبول ش وكذلك بالنسبة للعيال او الى الذين يدرون هذا الشكل الحجاب يعني يدرقوا نصف الوجه ويبينوا النصف يعني لم يقبولها هذه هي الصورة المقبولة بالنسبة للنساء الذين يدرون الحجاب إذن بالنسبة للنوع الآخر بالنسبة للصورة بالنسبة للصورة الكثير لها الضوء يعني الصورة يجب أن الوضوح باين مزيان يعني لا يكون بحثة لها الزوء ما يكونش الضل في الصورة كيف كنت شوف هذه السيدة عندها الضل هنا وهذه الصورة يعني لا يقبول وكذلك في الصورة كثير لها الكليراج وكثير لها الكثير لها يعني لا يقبول وكذلك بالنسبة للصورة يعني عندها الضل في الوجهة ضب ضائعة ولا ما بينش مواد حمزين للنص إذا لم يقبول هذه هي الصورة اللي مقبولها. وبالنسبة كذلك الشيء الاخر اللي هي يعني الخلفية. الخلفية اللي كتكون مقبولة هي الخلفية باللون الرمادي والخلفية باللون الابيض. عندك ومجلوش خلفيات اللي هم مقبولين. ايبا بنسأل بنسبة الاشخاص ليهم كيصوروا مثلا شيء اه خلفية مرها مثلا اشجر ولا مثلا الوارد ولا مثلا شيء شيء ضيقور ولا شيء حجرة مم مقبولش. بحل هذا الاشخاص هدو راهد الصور ما مقبولينش. اذا بنسبة للشيء الاخر اخواني للصور اللي هم مقبولين هنا لغوزيوليسيون لالكاليتي. كين لبعض الاشخاص كي يصوروا بصورة اللي هي فلو. يعني ما بيناش يعني ماشي كلاير. هدو بحل مثلا هات الصورة وهذه وهذه راه ما مقبولينش. اذا الصورة تكون واضحة بكاليتي جيدة جدا. يعني الكاليتي اللي قلنا لكم ان تكون عندك 600 على 600 بيكسيل. والحجم ديال هيكون ميفوتش ميتين او ربعين اه كيلو بايتة. وتكون بسيغة ديال جي بي جي وتكون خلفية بيضاء او لخيف خلفية رماضية. يعني هدي هما الانواع ديال الصور اللي هما اه مقبولين بالنسبة للشخص اللي غدي يدفع القرآة الامريكية. الاخر اخواني بنسبة للصورة لقد يتم بنسبة للصورة كانت وعند عنها مصورة حاولوا انكم啊 تعطيوها لائما يصيبها لكم مباشرة من pc دياله يصيبها لديكم الايميل. لان انتم محتاجين الصورة. في آآ يعني في البيسي. يعني محتاجين الصورة في البيسي. يعني محتاجين الصورة في البيسي احاولوا انكم ما تشيمل يعني ما تحولش انكم تحطوها في الوسبي ولا في شي اه كارت ميموار اولا في شي سيد ولا شي حاجة. ما ما تقرافيوهاش ما تقراضيوهاش في السي سي دي ولا في شي كارت ميموار حول انكم تعطيوه الايميل يصفت عليكم مباشرة الجيميل ديلكم باش نتوما تهزوها من الجيميل وطلوحوها مباشرة في الموقع اللي غادي تسجلو فيه في القراءة الامريكية لان الصورة ينفوها كات اه يعني كات دي بلاصة من من ميموار لميموار او الليلة حطيتها في التليفون وزعتها من التليفون او الليلة صيفتها لك في في الواتساب ولا في شي حاجة اخرى يعني حاولوا انكم اه من من المصور تشوفوها واش في هاد المميزات هادو كلهم يعني حاولوا انكم تشوفوا الصورة في هاد المميزات من ما يصفت عليكم الجيميل باش تحتاجوها في باش تصفتوها في الموقع لانه كيقعوا فيها بعض المشاكيل بانسبة للقاليتي وكذلك يعني اه ما كتفقاش عندها القاليتي كبيرة بزاف اذا اخواني بالنسبة الواحد الشيء الاخر بالنسبة للسن اللي هو اه مقبول في القرى الامريكية انطلاقا من 18 سنة يعني من 18 سنة فما فوق يعني تكون عندك 60 سنة خمسين سنة ربعين سنة فما فوق يعني الصغير تكون عندك 18 سنة فما فوق يعني سن رغم ما يعني ما محدش سن من 18 فما فوق يعني من 18 فما فوق عندك الحق انك تسجل في القرى الامريكية وكذلك تكون عندك البكالوريا يعني تكون اقاري 12 سنة من الدراسة زائد البكالوريا الا ما عندكش البكالوريا تكون عندك الخبرة الميهنية وهذه الخبرة الميهنية تكون المدة دي لها سنتان وهذه السنتان هدي تكون اه معززة بواحد الواتقة اللي هي كتشتبت انك دوس عامين من التجربة اولا الخبرة الميهنية في هات خمس السنوات الماضية وهذا الموقع واللي غادي تلقاوه فيه اخواني يعني الميهن اللي هي او الوظائف اللي هي مقبولة بالنسبة الناس اللي ما عندهم شبكالوريا وعندهم الخبرة الميهنية كيف شرحت لكم في الفيديو السابق اللي غتلقاوه هو هذا هذا هو الفيديو اخواني اللي شرحت لكم فيه فيه مجموعة من الطرق الطريقة باش غادي تلقاو المهنة دي لكم اللي هي مقبولة اذا الشيء الاخر اخواني بالنسبة الشيء الاخر من الفيديو اللي هو بالنسبة للاشخاص اللي هما متزوجين وعندهم اولاد اذا بنسبة الاشخاص اللي هما متزوجين وعندهم اولاد شروط نفس شروط اللي شفنا فيه منسبة الناس اللي هما آآ عزب نفس شروط يعني تكون عندهم يعني مثلا غادي عطيكم واحد للمتال كي نين بعض ما عندهم ليفت على خيقد أعلى الأزواج يعني بعد الرجالots كنحنل بنفسوا كخبيرة، ونحنن ندخل رسولات ك автомاته يعني لماذا لو كنت هؤلاء قطع أو للمهندهم without anyمة في هذه الموقع على سبيل المثال. ولكن جيدا ستزوجب موجودت عليهم عندها الباكالوريا ويمكن accelerator أن ت Legacy's way too is out 해야�iana تدفع هي بوحدها. وفي الوقتها ستدفع نفس المراحل. يعني توجد الصورة ديلها. يعني نفس الصورة يعني في نفس الشروط اللي اشرح لكم في الليلول ديال الفيديو. توجد الصورة وكذلك بالنسبة الى عندك الاولاد. الى عندك الاولاد الصغر. هما توجد صور ديلهم. يعني الصور بنفس الكاليتي بنفس البيكسيل وكذلك نفس الحجم وبنفس الخلفية يعني هدو كل الاطفال راديرين اللي هم يعني وخي يكون عندك الطفل مثلا عنده آآ يعني عنده عام عنده آآ عنده آآ خمس شهور او اللي عنده آآ مهم يكون عندك نفس يخونوا عنده نفس الشروط نفس الوطائق كيف شفنا في الول ديال الفيديو كيف غنشوفوا الان اخواني هدو هما هدو هما الصور اللي هما مقبولين بالنسبة للاطفال الصغار الى عندكم اطفال صغار انتم مزوجين عندكم دراري صغار ديروا نفس الطريقة هده هي الصورة اللي هي مقبولة بالنسبة الاطفال الصغار هذه هي الصورة اخواني وخي يكون عندك ثلاثة اربعة آآ جوج واحد اي اي عدد انتم في الوقت افاش غادي تسجلوا في الاستمارة ديال الترشيح للقرعة من اللي غد تحطوا آآ الاطفال قد تحطوا مثلا ثلاثة دلاطفال هما غد يحطوا لكم ثلاثة ديال الاماكين فينا تحطوا ديك الاطفال يعني كل واحد الصورة دياله كيف كتشوفوا هذا الطفل الصغير هدي هي الصورة ما تديروش صورة اللي تكون مراه شي واحد مثلا يكون غالس مراه او لا تكون الخلفية دياله بهات الشكل او لا تكون مثلا غالس في كرسي لا يكون الخلفية دياله بهات الشكل هدا يكون غير اما باللون الابيض ولا باللون الرماضي يعني هاده هو الصورة اللي هي مقبولة بالنسبة للاطفال ايضا اخواني هادي هي الطريقة اللي خصصكم تديرو ايضا الى انتم مزوجين والمراض ديالك مثلا عندها الباقالوريا وانت ما عندكش الباقالوريا وما عندكش الخبرة المهنية اه خلي زوجة ديالك هي تسجل في القرعة الامريكية بعد ذلك هي في الاستمارة را غاضي تضيفك غاضي تضيف الصورة ديالك والمعلومات ديالك يعني وخما عندك تشي مستوى وخما عندك تا مثلا نقول لك ما عندك تا تحضيري ما عندكش يعني ما مقارية في الندرسة يمكنني انها تضيفك في القرعة الامريكية باش الى هزتها القرعة الامريكية يمكن لها انك انها تمشي وتدك معاها هي اولداتك يعني نفس الطريقة نفس الشروطة نفس الشروط اه ديال الصورة نفس الشروط ديال ديال اه اسميته حتى بنسبة الجواز الصفر ارا هو غير اه ما غير مقبول بنسبة للتسجال يعني نهار تسجال نهار غادي تسجيل نهار غادي تعمر المعلومات ديالك اراه الباسبور رغم ما مقبول ما غادي ما غاديش تحتاج الباسبور حتى تخرج النتائج و النتائج غادي خرجه في ستة مايي الفين و ستا وعشرين وتسجال غادي يبدأ في خمسة اكتوبر و غادي ينتهي في خمسة نومبر يعني كين شهر ديال التسجال غي بشوية لكم شرد التسجال اراه ما تسجل يعني ما تزربوش فتجال تسجل وبشوية لكم وبالنسبة للصور الصورة حولو انكم اه تراقزو من زيان في الصورة ما تزربوش فالطورة هاي الصورة تكون واضحة مزيان وباينة هاد الاشيار كلو وريتكم وهاد احظ也可以 القopping الذي اعطيتكم بالنسبة للصورة هدي الصورة اللي خصت تكون هاد هي الصورة اللي خصت تكون اخواني كيف هو طريقه هادي الصورة اللي خصت تكون بالنسبة للأدم هم يعطيهم ت consum하시는 الشعر بالنسبة لم يحزون الفولار هذا هو الطريقة التي تجعله هكذا الت tornarem milims ايضاенного مقود للشعر medida دعون الشعر بالنسبة لفي سعر الدراس الطريقةً لكي لمن يكون كلا من الanska بالنسبة للقوة التي يشعر المكانة للحجاب فعيم يكون لوجها داكم كاملة يعني الاحياء ديركن تبان والفم ديركن والعين ديركن يبانوا بالطريقة هادي يكون الوجه بين والجبهة تبان يعني متهبطوش الفولار program الاسفل يعني الفولار يكون فوق الجبهة يعني منه الشعر الفوق بالنسبة الاشخاص كذلك هنا يا بنسبة الوجه بالنسبة للناس اللي يدير الحيا حاولوا انو منقصل اللحيا شوية بالطريقة هادي والصورة تكون لأولا غي يختكون غيب مبلون الابيض او اللابلون اه الرمادي يعني هذه هي الطريقة اخوانا هذه الصورة اللي خصكم ترقزوا عليها وبنسبة للولاد الصغار اللي عندهم بدرر الصغار هذه هي الصورة تحطوه في شي بلصة وخي يكون صغير وخي يكون عنده 6 شهر يكون عنده عام يكون عنده 3 سنين يكون عنده 4 سنين يمهم الصورة دياله تكون واضحة وما يكون شي شخص مراه ولا ما يكونش غاسف كرسي يعني لغيغ دياله يعني الخلف في هذه الصورة مخصرش تكون في شي لون اخر يكون لون موحد غير ما الابيض او لا اللون الرمادي اذا اخواني هده هما الشروط هده هي الطريقة هده هما المعلومات اللي كنت غدني ن بنجاح نبارتاجين معكم باش انكم تحاولوا ما تديروا شي غلط يعني اي غلط درتوه را ما غديش تقبلوا في القراءة الامريكية وخي يكون عندكم الشروط وخد كون عندكم بكالوريا وثقونوا في شروط جديركم كلهم را ما يمكنش اليكم انكم تقبلوا لان شروطة محطوطة محطوطة بطريقة رسمية في الموقع الرسمي وكذلك كيف كيف تشوفون يا هده محطوط من الوزراء الخارجية الامريكية اللي هو حاط البروغرام ديال الفين اربعة وعشرين. اذا وطالبين اخواني هنا يا طالبين خمسة وخمسين الف تأشيرة خمسة وخمسين الف تأشيرة بالسنة الفين وعشرين اللي هي القراءة الامريكية. اذا اخواني هذا هو لديه الحلقة دياليوما. هدوما المعلومات نبغي تتبرتجي معكم. كنتمنى لكم التوفيق اخواني. بالنسبة للتسجال اللي بدأت تسجال في الموقع را غادي نديلكم فيديو خاص نوريكم طريقة كيفاش غادي تسجلوه في القراءة الامريكية بطريقة صحيحة. اذا كنتمنى لكم التوفيق اخواني. بتنسو اشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى اشتركوا في القناة